في إطار الارتقاء بقطاع الصحة في الجزائر استحداث أرضية رقمية خاصة بالاستعجالة التبية الجراحية مع مركز للضبط على مستوى مديرية الصحة لولاية قسنطينة بهدف تتبع المصاري العلاجي للمريض ورفع الضغط عن المؤسسة الاستشفائية هذا المنصة الرقمية استحدثت مؤخراً لتسيير المصاري العلاجي للمريض بمعنى أن المواطن يعيطنا هنا في الهاتف عبر الخطة 30-30 رقم الأخضر نحن نقوم بتوجيهه مثلاً يعيطنا من مصينيسة بلدية الخروب نهزو المعلومات تعه في المنصة الرقمية ونجوه الأقرب نقطة وهي المستشفى العمومي الخروب يرح تماماً يلقى المعلومات تعه موجودة يستقبلوه ويكون الإنشغال تعهوه يهزوه بعين اعتبار وبسرعة الهدف من خلال هذه المبادرة هو تنظيم مسار المريض على مستوى ويلاية قسنطينة وتقريب الصحة من المواطن بأقصى درجة والتكفل الأمثل بالمريض باش ما يبقاش يدور من سبيطار لسبيطار خطوة فريدة لقيت استحسان المرضى باعتبارها وسيلة تختصر عليهم عن التنقل بين مؤسسة وأخرى والانتظار لفترة طويلة من أجل إجراء فحص طبي عايت للرقم 3030 وجهني البولي كلينيك بولي كلينيك عاودوا اعطاني ورقة بطبيعة للمستشفى الخروب محمد وبضيف الحمد لله تاريخة كانت مليحة تبدلت على ما كانت معاملة مليحة ليه ليه كنت قبل لانا عندي ديقفة نفس كنت ديمانجي كنت نطول شوية من التخلق كدرك عايت تنفوت ليه ليه ما تطولش الحكاية الحمد لله نقلة نوعية من شأنها تهزيز قطاع الصحة وتخفيف العبء عن المواطنين بالتقليل من مظاهر الجلوس طويلا على مقاعد الانتظار وتطوير خدمات المؤسسة الاستشفائية